المغرب باعتباره فاعلاً اقتصادياً رئيسياً في إفريقيا يعمل بشكل حثيث على تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عبر تنفيذ إجراءات ملموسة على غرار إنشاء اللجنة الوطنية لاتفاقية التجارة الحرة ودراسة استراتيجية وطنية للتنفيذ وفق ما أكده كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجير خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالدار البيضاء هذا الملتقى جد مهم لأنه يحضروا فيه 12 دولة إفريقية هو بلوارة حقيقية للتوجهات الملكية السامية دي المملكة المغربية في إطار العمر الإفريقي ديالها في إطار الواجهة الأطلسية ديالها واليوم هذه 12 دولة جيناء باش ننقشوا كيفية ديال تطوير التبادل التجاري الحر ما بين الدول الإفريقية وخاصة أن المغرب يقدر يلعب أدوار ريادية من جانبه شدد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيس الإدريسي على أهمية تحديد إطار ملائم للاستثمارات لتحقيق استفادة قصوى من إمكانيات القارة نحن نطمح إلى بناء منظومة قوية وإلى تطوير سلاسل قيمة قارية من أجل تعزيز المرونة أمام التحديات العالمية هذا المنتدى الدولي المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية للمصدرين يروم تسليط الضوء على آفاق تحقيق التكامل الإقليمي واستراتيجيات تطوير التبادلات داخل قارة إفريقيا